السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة هذا واحد سيد عيش في واحد الفيلاج غير صغير ليس له معروفين هذا السيد مل في نوض كل صباح ويجري قبل ما يمشي الخدمة له في هذا الفيلاج ينوح الطريق تطلع الغابة هذا الطريق يدوز منها الطموبيلات احتى الناس والغابة معروفة فيها الامان وما يدوي معك تماما المهم في الصباح هذا السيد هذا كيف العادة يمارس الرياضة ويدوز على الغابة ويشوف واحد السيد طاحت امه شاهد فيه الدم ولكن لا اعرفه مية ولا مضرب ولا مغمع له المهم تجعله العجبة امه وشك وتخلع منه لانه شاهد الدم كسيل منه وشاهده لم يتحرك ويرجع في حالاته فيه نشاء نشاء يمشى دار مية وبدأوا بهذا ما يرى جاءوا معه الجدارمية جاءوا مع هذه الفلاسة وما يقلبوه من اللي قلبوه يجب ان يكون واحد السيد متقدم في العمر ومن اللي هندام وحالة بين انسان في الله وماشي من هذا الفيلاج لان الجدارميه كان من الفيلاج كانوا ستعرفوا عليه لانه معارفين عن الناس عنده ضرابة في الراس وعنده ضربات على مستوى القلب كان مضرب شيء على حادة المقتول السيد يعني جريمة قتل موخودة في حق اول حاجة دارها جدارمية قلبوه كيتوفر هذا السيد على الوثائق كتبت الهوية حالة كارت ناسيونال أو الباسبور أو شيء أو بيرمي وانه ملقوا حتى شيء في الحواج داروا المعاينة من المسرح الجريمة لا ربما يلقوا شيء دليل مادي خلال المجريم يوصلهم له ملقوا ولكن كان هناك أعطار الروايد بالطموبيل جدارمية أعطيه فرضية ان هذا السيد من الذي قتله هزوه بالطموبيل وجاور موه هنا ومشاه هذه غير افتراضات جدارمية وهذا هو التفسير الواحد للروايد أعطارهم كان ينتبه الجدارمية هزوه السيد هزوه للمستودع الأموات وبدأوا البحث اول حاجة سيبدأوا التحقيق فيها جدارمية وهو معدك السيد اللي قال الجدارمية لا أعطيه أي شيء مهم هذا السيد قال لي أنا خرجت من الدار كم موالف وجيت الغابة لكي نمارس رياض كنجري حتى لقيت هذا الرجم ومشي تعلمتكم سوله جدارمية لم أرى طموبيل غريب أو شخص غريب هنا لم أرى لم أرى لم أرى لم أرى لم أرى طموبيل من هنا لم أرى هنا جدارمية سيكمل البحث مع البقالة موالين القهاوية ومع الدرال اللي يبقى مع الطلين في الليل مع الناس اللي يفيقوه بكري لأن الفلاج غير صغير والناس تعرف بعضياتها يساولون موالي الحوانت لم أرى حليتي حليتي مع الفجر لم يكن لديك الأول من اللي حليتي جاء عندي فلان 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 ومشيتي هذه الساعة وهذه الساعة ومالفتفاق ومالفتفاق فلان من خلال هذه البحث الجادارمية بغى يعرفون ما كان هنا وما كان دازمين هنا وما كان مقف هنا وما كان جاء عند شيء واحد والطموبيلات اللي يدخلوا برانيين وما عمرهم دخلوا له ولكن للأسف هذه الأبحاث كاملة والتحريات لدارو الجادارمية مع الناس كاملين موصلتهم يعني بحثات مع الناس كاملين للفلاج تقريبا ما يلقيها ومريحوان كما قلنا احتى واحد ما قال لي ليس شيء غريبا او ليس شيء جديد نفس الحياة شبه ليس ملق يعيشها يوميا لا يوجد شيء يغفى على الحركة او لتارت الانتباه ديارهم قبل من نكمل التحقيق الذي سيجعله الجادارمية نعرفوا ما هو هذا السيد هذا السيد هو الفلاح كبير عنده فرما في بلاسة بعيدة على الفلاج في انتلقى مقتول يعني هذا السيد ساكن في مدينة اخرى من غير المدينة اللي هو تابع لها هذا الفلاج هذا الفرما دياله كانت فيها الدار دياله ووسط من الفرما وساكن ما حتى العساس دياله يعني العساس ديال الفرما أعطي واحد بيت تماما كعس على الفرما وكبات في البيت اللي أعطي هوية الفلاح هذا العساس الفلاح كان كتاق فيه بزاف لدرجة انه كان كيدير اللي يبغى في الفرما هذا الفلاح مزوج وعنده جوج درالي واحد نهار واحد السيد جاء عن جدر مياه وقال لهم واحد المعلومة السيد بعدها أشكونا السيد عنده واحد المحال بحل الكيوسك هذا السيد الذي عنده محل عنده على الشانطي هذا الحانو الذي عنده جاء على الطريق الرئيسي للشانطي بعيد على هذا الفلاح بتقريبا 3 كم وهو السيد عنده داره وراه الكيوسك تقريبا 500 متر تقريبا أشكال جدر مياه قال لهم هو جاء عن جدر مياه حتى الخبار السيد اللي تلقى مقصول في الغابة شاعة وكل شيء يعرفها هو بغير يبرر المسؤول إلى رأسه ويجي علم جدر مياه قال لي ما تدرى هذا كالنهار تعوقوا الجريمة رجاءوا واحد ثلاثة الدراري كانوا راكبين في بيكوب جاءوا ورا الكيوسك خلوا الطاومة بلتماعي سمحوا فيها ومشوا في حالاتهم قالوا لي الجدر مياه وشكت عرفها الدراري قال لي أنا كنعرف غير واحد فيهم أما الجوجل الآخرين ما كنعرفهم قالوا لي الجدر مياه يلا ورينها في كيسكن أداهم هذا السيد وراهم في كيسكن هذا كالدر هذا الجدر مياه من المشاوه مع السيد كانوا أصلا من المشاوه خلوا وراء الحانو وهربوا يعني يعني لا تراس هذا كلف للقمقسول لا تراس على الطاوموبيل يعني الطاوموبيل لديها علاقة بالجريمة هذا لماذا نشاوه كيف كانوا هذا السيد المهم الجدر مياه المهم الجدر مياه من المشاوه الدار السيد الذي يعرف ملحانوت قالوا مياه داره دقوا عليه خرجوا عندهم شدوه قالوا لي الجدر مياه قلوا لهم هذو أصحابك جوجل الآخرين فينك يسكنوا طرقهم وجوجهم وجابهم يشدوهم قالوا لي هذا الطاوموبيل قالوا لي لا نحن لا لا نحن هنا هم يجيبوا ملحانوت جدر مياه قالوا لي ماذا نزلوا من هذه بيكوب قالوا لي لا لكن هذا نعرف وأنا مأكد بأن هو الذي ينزل منها تهوية معهم هنا جدر مياه قالوا لي انتوا مياه مياه هنا جمعوا يعني ضربوا بنكرة قالوا لي هم هم بعضياتنا ولكن نحن لم نكن راكبين على الطاوموبيل ولكن ملحانوت يأكد له يقول هم التي كانوا في بيكوب ومشاوا خلوها جدر مياه لطاوموبيل وفتحوها خمسة وانما فتحوها خاصة يعرفون ماذا يقلبون فالوراق السيد مهم تأمين للدريبة الطاوموبيل ويقلبون واحد طالون الشيك يعني غير طالون ماذا يقلبون هذا السيد الذي يقلبون الوراق وطاوموبيل هو السيد الذي قام القتول في الفيلاج جدر مياه الذي يعرفون أن الطاوموبيل ترجع لهذا السيد الذي لقاه مقتول رجعوا إلى بريقاد وشدوا ثلاثة الشباب وفرقهم كل واحد كل واحد حقه معه بوحده وماذا يدخلوا لديهم ويقولوا أصحابك وانت المسؤول على القتل لهذا السيد غير أشنقين لأن أصحابك يعرفون هناك يقولون نفس الهضرة غير يقولون نفس الهضرة هذا كامل ويخرج منهم معلومات أو قاتل هذا السيد المهم جدر مياه زيارهم زيارهم وضغطهم بالصح واحد ساعة وماذا يعرفون يقولون نحن فعلا كنا في الغابة كنا مجموعين نشرب يعني يعني يجبون الخمر وماذا في حالتهم هم يعني فغير بوحدة وماذا محلولين القلب لا يوجد لها لا يوجد سنة خمسة دقائق لا يوجد لا يوجد لها طلعوا لها يجبون وماذا وراء وماذا يوجد ساق بين الطموبيل وماذا هذه هضرة لم يقلوا بأننا قتلنا هذا السيد هنا جادر ميا قالوا لي ما يمكن الطموبيل رضي للسيد هذي بيكوبرا في ملكي الفلاح لقائنا مقتول يعني يجبون عند السيد كان شيء يجبون قتل وشفرت الطموبيل بينما هم يقولوا نحن ما قتلنا موالو وإنما لقائنا الطموبيل وركبنا ومشينا بها تحطيناها وراء الحانوت ولكن جادر ميا مثلهم قالوا لي انتم قتلتوا السيد وصرقتوا لي فلوسه وصرقتوا لي الطموبيل لتحييضوا وراء الحانوت وضربتواها وهذا هنا ثلاثة شباب سيعترفوا بسرقة الطموبيل فقط ما يقولوا ومشيحنا لقتلنا وإنما مسرقنا بطموبيل الجادر مياه سيقولوا ليهم ما دامتوا مسرقتوا إلا أنتوا ما قتلتوا ما يمكنش تحييضوا الواحد طموبيلتوا ورقينا هو في نفس الوقت أنه ميت وشكونا قتله ورئي ونشكونا هذرا قتله يعني انتموا قتلتوا من بعد مسرقتوا وديتوا له الطموبيل هنا الجادر مياه عمروا اليهم وكيفوا الجريمة على أساس أنها القتل العمد المثبوع بصريقة وطلعهم الجنايات وهنا يدخلوا ثلاثة شباب في واحدة الدوامة من قاضي التحقيق الوكيل الماليك وهو ما رهن الاعتقال احتياطي في الحبس ما رهن شي كامل ووكيل الماليك سمح الجثة الفلاح تعطل الأهل لكي يدفنوه ويدروا مراسيم العزاء هذا الشي اللي كان الجثة الفلاح سلموها الأهل مراته وولاده ودفنوا السيد وداروا العزاء وبدأوا قسموه في الورد مراته يعني مراته هذا الفلاح بدأت تجمع في التاريكة بطبيع الحال بطريقة قانونية دارت عملية الحصر للتاريكة منها الفيرما منها الطموبيلات منهم بيكوبنيت واحدة تركتورات ومنحة الفلوس في البانكة المهمة الأشياء هذه كاملة من الموطة وموبيلات وتراكتور وذلك رغم بينهم ولكن هذه المرة خاصة تمشي البانكة لكي ترى ما يجعل هذا الرجل في البانكة يعني الرسيد الفلوس لكي تقسم الورثة بالعدل هذه السيدة ستمشي البانكة لكي تضع رجل الفلوس ستدخل مديرها ستقولي أنها الأرمالة وقدمت لي شهادة الوفاة والحالة مدنية وكارجة وكارجة الجواج وهذا الورق لكي يسلم لها لكي يأخذ الفلوس المهم الذي أعرف أنها أرمالة ووريثة قال لها قد لكي يجب لكي يجب المبلغ مالي معين وقال لها المعلومة آخر ستقول لها المدير البانكة بأن رجل حول المبلغ من حساب لحساب آخر عن طريق الشيك تحول بالشيك لماذا قال على المدير البانكة ما ما يهتم سيدي أو سيدة حكم هل تحول المعلومة المهمة من الأرمالة هنا جاء المعلومة وقالении من السيد في البانكة وطلعها ومشاهد في حالاتها كيف ستفيد ستفيد يساعد يقولون ماذا المدير البانكة قال لي وقال له بتاريخ بالضبط هذا الموضيل البانكة من اللي قالتو هذا التاريخ للجدارمية عارفوه بأنه يومين قبل ما يموت فلاح قال له يومين قبل ما يموت فلاح بأن راجلك حول عن طريق الشيك يعني ما ليس هو حول يعني هو كان يعطي شيك لشي واحد وهذا السيد هذا الواحد للوحدة جاء البانكة وسحبوا فلاح هنا يجد الرمياء قال لي ما يقول لها لا يقول لها سيدة لحول لهم فلوس قال لي لهم لا لا يقول لي هنا يجد الرمياء خداول المعلومة ومشوا عند موضيل البانكة هنا يمشوا عنده ودخلوا عنده وقال لي انتجت عندك الأرمالة فلاح فلاح وقلت لي بأن راجلك الله يرحمه حول واحد المبلغ من حسابه حساب الشخص آخر أقول لي ما كنت هذا الشخص قال لي مرحبا قال لي هم يومين قبل ما يموت هذا السيد جاءت واحد السيدة الاسم دياله ساعيدة وسحبت واحد المبلغ بقيمة ديال 20 ألف درهم السحباته بواسطة واحد الشيك يعني هذا فلاح كان عاطي هذه الساعدة واحد الشيك بقيمة مالية ديال 20 ألف درهم هنا يجد الرمياء خداول العنوان دياله السيدة هذه والمعلومة الكافية لها ومشاوك يقلب عليها ألقاه وساكنة في المدينة نسقهم على البوليس ومشاوليها للدار جدر مياه تعقلوها ودوها دير كتوموا لبريغاد باش يديروا معا تحقيق اللازم قالوا لي مينك تعرفي السيدة هذا عندك واحد الشيك بواحد المبلغ اللي حولتها الرصيد ديالك السيد مينك تعرفيه الرصيد مات مقتول هنا يقاتليهم أنا سأعرف وراه مات مقتول يعني تفاجئات السيدة من اللي قالوا عليها سؤالها ما من علاقة عندك معه هذه الساعدة خاصة نعرف بعضها أنها من بنات الليل اللي يديروا علاقات مع الرجال وصافين المهمة معروفة على خدمة لهم الله يعفو عليهم والله يهدي جميعه هنا جدر مياه سؤالها وقالوا لي لكي تفسري هذا السيد أعطيك الشيك بهده 20 ألف درهم وعطي صرفته والسيد مات مقتول وغير يومين لكي صرفت هذه الشيك يعني أن هنا يجب أن يتوضحها لنا هنا يقاتليهم السيد مات مقتول فعلا نيس والتي تسوله في جدر مياه جدر مياه قالوا لي نحن نضحك عليك السيد مات مقتول ونحن نحقه في هذه القضية وبان عليها علامة تعجب والاستفهام هنا يقاتليهم وهداع عليها نقول لكم أشنكين مالي القضية في القتيلة خاصة نهضر معكم حيث أنا خاصة نبقى بعيدة أنا ما عندي حتى شي علاقة بهذا الشي هذا أشنو غتقول لهم هداسة عيدة هذه غتقول لهم بأنها جاءت عندها واحدة السيدة وبنتها السيدة عندها تقريبا خمسين عام وعندها واحدة البنت تقريبا في العشرينات من العمر جاءوا عندي وانا كنعرفهم حيث هم الجيران ديالي في الحي فين كنسكين هنا فين جيتوا عديش الديتوني جاءوا عندي ومشيت معهم عند واحدة الولد عنده تقريبا ثلاثين عام وهو اللي وره لي أشنو غتقول لها الجدرمية وغتقول لها المرحوم هاد السيدة وبنتها قالوا هو هاد السيد هذا اللي غنطلبه منك وضع طلاب على وده وجاءوا بحالهم يعني يجي أرجعنا كامل يقاتل لهم وكانوا يتحركوا وضعوا مبيل وغتقول لها هاد السيد هذا وغتقول لها البلايس اللي كان يجي لهم وكان يتردد لهم يعني الناس مخطعين لكل شي قالوا لهذا البنت هاد السيدة قالوا لهذا الناس هاد المرحوم ابنته وهذا الولد قالوا لها انتي مطلوب منك هاد الفلاح هذا غتمشي عنده وتتقرب منه وتحاول التبطي مع علاقة وتتقرب منه بزاف تتاكل دماغه وطيبه بحال الخاتم في صباحك يعني أي شئ قلت عليه قدر يديرها هاد الساعدات قولي لنا ومقابل هاد السيدة هاد المقابل انه كانوا يدوروا معها هذا المرأة و بنتها كانوا يعطيه الفلوس يعطيه الفلوس الترانسبور بش تحرك يعطيه اي حاجة بغيتها المهم ان تنفذ لهم هذا الشيء اللي بغيت هذا المرأة و بنتها وشكولك يعطيهم المعلومات هذا المرأة و بنتها على الفلاح والتنقلات ديالو في المشاة في نجا أو مريح في القهوة أو خارج من البانكة هذا الولد اللي عنده 30 عام اللي تلاقات بها تسعيدة من اللي ادوها هذو المرأة و بنتها عنده في القهوة فاشو ورهوها الفلاح و ورهوها وجهه كدير باش تقرب منه هي هذي كده سعيدة هذي بدأت في تنفيذ الخطة ديالها مشات وراقبات تحركات ديالو من خلال طبيل حال هذي المرأة و بنتها ورهوها فين كيمشي وفيك يجي ابقعت كتتقرب منه ليوم غدا ليوم غدا ليوم غدا ليحتى طائحاته في الشبكة ديالو هو فلاح وراجل كبير وهي بقى صغيرة وشابة وزويونها وعطي العين يضغي طائح الفلاح في الشبك ديالها ودارت معها علاقة ولا يخرج منها ويعيح معها في القهوة ولا تعزيزها على الفلاح ولا يسمح فيها ليحتى واحد النهار هذا المرأة و بنتها سيأتي عند السعيدة وهم كانوا يعطيها الفلوس ولكن عندما يعطيها الفلوس كتر وقالوا ليه سأخذي واحد القادية كرأوا واحد الدار هم اللي كرأواها وقالوا ليه هذا الدار سأخذها سيأتي فيها الفلاح سيأتي عندك هذا الدار سأتصحر معه سأتشرب معه ولكن نحن ندوره معك هي طيب الحال قبلت الفكرة لأنها كتأخذها الفلوس وكتأخذها تدويرها على هذا ولكن تنبهتهم قلت لي موش هاتش فيه مشاكل واشتوا ما بغين تقاديه هاد المرأة و بنتها قالوا لا ما عندك منش خافي هادش ما فيه تش حاجة اللي هي واعرة بزاف نحن قد ناخده لغي الفلوس دياله وصع فيه هي هادك ولا تكتجيبه عندها للدار هاد ساعدة هاده ولا الفلاح عاجبوا الحال كي يجاعده للدار يشرب معه واحد نهار هاد ساعدة والفلاحة هواية كيتهلا فيها وهاد ساعدة هاده هاده هاد الفلاحة هواية كيتهلا فيها وكيدور معها من المزيان واحد نهار هاد يجيبه للدار عندها وغادي تبقى تشكيع لي هاد تقول لي انا ماما مريضة كان درس بطار اخويا مخدام شختي معا شنور خاصها المهم قد تشكيع لي بزاف حالماك ويجبد واحد الشيك وعمر لي عشرين الف درهم جوجك المليون قال لي هاد الشيك هاد هو هي هاد الشيك مشات صرفات وهي فلابونك وخدعت هاد المبلغ هنا باش غادي عارفوا الجدار مياه غادي وصلوا له بعض طريق يعني بالشيك باش وصلوا له هما هاد النهار اللي صرفات فيه هي الشيك لغدله جاءوا عند سائدة هاد المرأة وابنتها وجابوا لها شراب وجابوا لها بعض التقديق وقالوا لها شوفي انتي اليوم هتعرضي الى هادك الفلاح واجيبي عندك الدار والهدف ديالنا وانك تشرب بهم زيان يعني الفلاح بوينه سكر ديال بصح يولي مكاوي ما بقاش عاقل على راسه هنا يوافقات لانه دوروا معه ونبهت معه ثانين قاتلهم يكما بغين نديره فيه حاجة خيبة يكما بغين تقتلوه لشي حاجة يكما بغين نتاقمه منه ولكنه مكين يطمئنوا وكي يقولوا لانتي ما عندك منش تخافي احنا مغى نقاديه بمواله وانما بغين نغيره بروفيتيو فيه هي طبيل حال مقابل فلوس ادرت اي حاجة عيطت الفلاح وقالت لي اجل الدار انا سنقصره الفلاح عاجبة هذيك سعيدة اللي قالت لي كيديرها واخره ما عادش تقول لي واخر تقول لي تلاح في البير يتلاح على وده المهم جاء عندها الدار ودخل عندها وبدأت في تنفيذ الخطة واذي هذيك الفلاح بدأت تعطيه شراب بدأت تقصر معه المهم اشرب مزيان هذا الفلاح بدأت عاقلة حواجه يعني سيد قلب يلا بالصح من السيد يشرب بزاف او سكيري يعني يوصل الى مرحلة التامعة المهم هذه المرأة وابنتها جاءوا عندها ساعدة للدار جاءوا عندها وجدوا هذا الفلاح يطيح في الفراش يعني سيد مقلوب معاقلة لحد شيء قالوا لي يا صافي انت المهمة لك سهلات هنا ودوروا معها قالوا لي يا صافي انت غير سيلي في حالتك صافي انت تبتين ما عندنا من ندير بك هنا المهمة لنا ها السيد راس كلان هنا يلك ساعدة خلعات منهم وقاتلهم عندكم تقديه ولا تديروا لي اش حاجة او لا تقتلوه اه نرى سنمشوا كامل لحبس لدرسوا فيه اش حاجة قالوا لي واذا انت حمقى واذا سنقديه روسنا لا يمكن أن نقديه السيد نحن نريد أن نقديه الغراض وصافي المهم شاتف حالتها هنا يصير الدور وهنا يصير الدور وهنا يصير الدور والاحترافات الجدرمية 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 زروا صم وبدأوا تقلبوا على هذه المرأة وبنتها هذه الساعدة عارفة عن محل السكنة لان قلت لهم غير جارتنا هي وبنتها غير جيراننا في الحي الشعبي في نساكنين ادعتهم هذه البنت في نساكنة ألقوا البنت فيها وراتهم الدور في نساكنة أمها دخلوا الدور وشدوا أمها وشدوا البنت مع أمها وجابهم البريداد لتحقيقهم معهم ومن خلال التحقيقات مع هذه المرأة وبنتها تبين الجدرمية بأن هذه ساعدة حضراتها صحية حق وفعل الناس لا أعرف أي شيء وإنما كانت تنفذ خطة بناء على التوصيات والتعليمات هذه المرأة وابنتها وكانت تأخذها الفلوس وطيقها فقط لا أعرف أي شيء تقول لهم هذه المرأة يعني موت هذه البنت التي فيها المرأة عشرين عام قلت لهم هذا السيد الذي لقيته مقتول هذا الفلاح قبل أن يأخذ وقبل أن يأخذ الفيرماق وشحال هذه المرأة العشرين عام كان هو الصديق وضحك وضيعني في الشراف وهذه بنته حملته معها وسمح فيها ونزوج بمرة أخرى وقلت لهم في الأول كان يفضل الفلوس لكي نكون لابد البنت التي كانت صغيرة يقطع كل شيء وخلاني في المشاكيل مع عائلتي وأخوتي وأصدقائي ودالي الشوهر وهرب وزاد وخلاني هذه الجدارمية عرفوا بأن هذه الجريمة القتل في حق الفلاح سيكون لها غير المرأة وبنتها وبالتالي زيروهم على الاعتراف لأنهم سيعترفوا لأنهم صافي وعرفوا أنهم فضوحين وخاصهم اعترفوا لأنهم ورسموا هذه المشاكيل كاملة قتل الجدارمية هذه المرة الخمسينية قتلهم هذه السعيدة فعلا لا يتعاود لا يتعاود وخبارها كانت الخطة أنها غير تترجعوا لنا سكران مكاوي فعلا يعني الجدارمية تأكدوا بأن هذه السعيدة لا تتكذب عليهم هنا يسولونها جدارمية قالوا لها ساعدة من اللي خلاتكم في الدار مع السيد سكران ومكاوي ومعاقل على رأسه وكيف قتلتهم هذه المرة الكبيرة مرة كثيرة من 50 عام قتلتهم أنا وبنتي لقى سكران في هذه الطريقة هزينا وحبطناه وفي البيكوب هي نيت وهذه المرة الكبيرة كان عدر بيرمي ركبات هي ساعدة وبنت أحدها بينما هو داروه وبقى وصيقين به تجابون هذا الفلاج فين تلقى مقتول طلعوه الغابة قتلوه كانت واحدة الحبطة مقتول بهذه الطريقة وخلوا الطموبيل محلول لله الذي يفصل هذي ثلاثة الشباب من الجاو وجدوا غير هذا الطموبيل بينما هذا السيل لم يشاهدوه لأنه كان في الهبطة يجب يدور من الجاو من الجاو الذي يجري وهو لم يجرد طموبيل ولم يجرد من الجاو وهذه المرأة وابنتها شدوا طريق وسط الغابة وخرجوا الشنطي واخذوا المركوب ورجعوا حالاتهم هنا جاو درمية بقوا محترفين لهذه المرأة وابنتها وعلى هذه الساعدة فعلاً لأنها لطلعاتها وهي الاعترافات عليهم وخايا ما لا يشاركها ستكون براعة من المحكامة ولكن جاو درمية يريد أن يوصلوا ما هو السيد الذي يرصد له تحركات الفلاح ماذا هو؟ سألقوه الجاو درمية من أولا الأبحاث والتحرير لداره أنه هو العساس في الفيرما هذا العساس الذي كان أعطيه بيت وسط الفيرما وكان ضير في التعاق ومعصابره بحل ولده هنا يمليمشوا عنده جاو درمية أنكر وجمعته وقال لهم أنا مستحيل ندير هذا هذا ما نوريش هذه الأماكن الذي يتردد اليوم هذا الفلاح كان بحل وكان مهلي فيه لا يمكن ليه ولكن هذه المرة الكبيرة صرت عليه بأنه هو الذي يعطيها الأخبار ويقول له ها في المشاة ها في القهوة ها هنا في المرق ها هنا في البانكا هو الذي يقول له كل شيء يعني المرحب الشهادة فيه هي وابنتها بأنه هو المزود واحد وقالت للجا درمية أنني كنت ندور معه وقد أعطي الفلوس على وده هذا وقالت لي هذه المرة أنني عندي الدليل بأنه كان يعطيني الأخبار وين يمشي وين يجي هذا الدليل هو أنني كنت نصيف طريق الفلوس من المدينة التي ساكن فيها كان ساكن فيها يتابع لها الفلوس فين ساكن دخل الجا درمية لبيت فين ساكن يقلب وفيه مزيان قلبه وقلبه يلقى يلقى تحويل الأموال تحويل وفاكاش ووستر يونيون تحويلات مبالغ مالية من هذه السيدة الاسم اللقب لها السيدة الذي هو الأساس اسم اللقب ها هم يعتقل الجا درمية في البلاصة قالوا لي انتت معهم وانتت الشريك معهم يلا زيد معنا هنا جا درمية من لسالة بالتحقيق هذا الفلاح لقاءه المقتول في البلاج خرجوا الناس براءة من الحبس هؤلاء ثلاثة شباب لقاءهم شافران لطموبيل لأنه تبثت براءة لهم بينما هذا المرأة بنتها حكمات المحكمة بالمؤباد بينما هذا السيد الشريك الثالث الذي كان يعطيهم الأخبار وفي مشافي نجا أعطاه عشرين عام ذي الحبس لأنه شريك معهم وهناك تسأل القصة ديالنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته